اهلا بكم ابناء وبناتي طلبة الصف الثالث الاعدادي وحلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهوى متواصلين معاكم اسبوعيا في حلقات البرنامج ومنهج العلوم للصف الثالث الاعدادي طبعا على مدار الفترة السابقة كلها وحلقاتنا السابقة كنا بدأنا في منهجنا اللي هو بيعتبر اربع وحدات في الفصل الدراسي الاول كنا بدأنا في الوحدة الاولى وتكلمنا فيها على الصوت وعلى السرعة وعلى انواع السرعة كلها سواء كانت سرعة منتظمة سرعة متوسطة سرعة نسبية وتكلمنا على العجلة وتكلمنا على الكميات الفيزيقية سواء كانت قياسية او متجة في الوحدة التانية احنا كنا بنتكلم في الضوء ويمكن مع بعضنا كده كنا اتكلمنا في المرايا والعدسات وخذنا مع بعض أنواع المرايا وإيه هي الخصائص وأهم المفاهيم الموجودة في المرايا وحالات تكوين الصور وبفكركم بسرعة أن حالات تكوين الصور بتعتمد على بعد الجسم عن المرآة وتحديدا كنا بنتكلم في الحالات بتتكون كلها في المرآة المقعرة لأن المرآة المقعرة هي اللي احنا قول عليها المرآة المجمعة أو المرآة اللم لما انتقلنا إلى العدسات اتكلمنا فيها على أنواع العدسات سواء كانت عدسة محدبة أو عدسة مقعرة وقلنا أن العدسة المحدبة هي العدسة اللامة أو العدسة المجمعة هي اللي لما بيسقط عليها الضوء بينكسر بداخل العدسة وينفذ من الجانب الآخر وطبعا هي العدسة المجمعة أو اللامة يعني عايزكم تركزوا كده في نقطتين كل حلقة أفكركم بيه أن المرايا دي بتبقى لها سطح لامع وسطح مسكول وهي أجسام كاسرة للضوء أقول تاني المرايا بيكون لها سطح عاكس وسطح مسكول وبنقول عليها هي أجسام عاكسة للضوء يعني إيه عاكسة للضوء؟ يعني الضوء لما بيسقط عليها بيرتد أو بيرجع فيه نفس الاتجاه وفيه طبعا قانين لانعكاس زي ما اتفقنا أن زاوية سقوط تساوي زاوية الانعكاس وأن الشوعة الضوء الساقط والشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة سقوط على السطح العاكس جميعها بتقع في مستوى واحد عمودي على سطح الانعكس بعد كده انتقلنا إلى العدسات وأن العدسات أجسام شفافة كاسرة يبقى المرايا عاكسة إنما العدسات كاسرة للضوء وعننسى بس الموضوع ده هي أجسام شفافة كاسرة للضوء يعني إيه كاسرة للضوء؟ يعني الضوء لما بيسقط على العدسة بينكسر يعني إيه ينكسر؟ يعني يتغير مصاره وبعدين ينفذ لو الأشعة طلاقت يبقى في الحالة دي بتديني الصورة الحقيقية لو الأشعة لم تطلاقة وتفرقت وامتدادها هو لطلاقة فبتديني الصورة التقديرية وعلى مدار الحلقتين السابقتين خدنا حالات تكوين السور في العدسات والمرايا وبقينا يعني ممتزين فيهم ونعرف نحدد الصفات وقتلك الصفات مش حفز بقدر ما هي إن أنا أرسم الجسم سواء كان مرآة أو كان عدسة حدد البعد البقري بتاعها وحدد مركز التكور بتاعها وأبدأ أحط الجسم بتاعي فين وأشوف خواص السور من مصارات الأشعة مصارات الأشعة دي مهمة جدا أنا بحاول أكد لكم على الأشياء المهمة جوة الوحدة التانية اللي هي مصارات الأشعة لأنها هي اللي بتحددلي شكل الصورة في عندي لو أنا في العدسة لو الشوع بيسقط موازي المحور يبقى بينكسر ويخرج مر بالبقر لو الشوع جاي مر بالبقر فبينكسر جوة العدسة ويخرج موازي للمحور لو جاي مر بالمركز البصري للعدسة فبينفذ دون أن يعاني أي انكسار وشفنا الحالات مع بعض النهاردة رايحين لموضوع مهم قوي الموضوع ده هو عيوب الإبصار عيوب الإبصار من الدروس المهمة جدا عندنا واللي احنا بنحاول يعني في الحلقة اللي فاتت من الاتصالات اللي احنا بنرحب بيها دايما ويمكن في الحلقة السابقة كنا بنكمل عيوب الإبصار ومالحقناش من الاتصالات اللي احنا بنحبها وبنتعشى من دايما تكونوا متواصلين معنا دايما بتتفعلوا معنا وبتبعتوننا كل الأسئلة وكل الأجزاء اللي هي بتكون مهمة بالنسبة لكم واللي انتوا عايزين تفهموها وهو ده التواصل اللي احنا بنبغيه من خلال حلقاتنا الإسبوعية مش مهم احنا يعني عايزين نخلص أو لا هنخلص ان شاء الله منهجنا لكن المهم ان احنا نتواصل معاكم ما يكونش عندكم أي أسئلة واحنا بنجاوبهاش او أي أجزاء واحنا ما بنوضحهاش محمد من الفيوم قبل ما نبدأ في عيوب الإبصار طب ماشي أهلا يا محمد أهلا بيجا مسئل ازايك يا حبيبي عامل ايه الحمد لله ايه خلصتوا عيوب الإبصار ولا لسه آه خلصناها خلصناها طيب يا حبيبي سؤالك في الحلقة ولا قبل أولا نعم عايزين سأل فين شاب المسئل أحب بشكورك على المجود اللي انت بتتزيله معنا الله يخليك يا حبيبي الله ماشي احنا طبعا في خدمتكو كلنا كل مدرسي مدرسة على الهوى في خدمتكو انتو ولادنا ونحاول ان احنا تواصل معاك ونوصل لكم المعلومة ونبسطها بقدر الامكانيات المتاحة لنا ودايما انتو الهدف اللي احنا بنسعى انه هو ان شاء الله يعني نشوف فيكو المستقبل كله بإذن الله تفضل يا محمد طي ماشي شكرا يا محمد يعني كان نفسي طبعا اشوف سؤاله انما تقريبا الخط قطع يعني انا مش عارف اقول له ايه بشكرك وبحييك طبعا على انه بيشكر قسرة البرنامج كلها تعالوا نشوف مع بعض كده عيوب الابصار الاول قبل ما اقول عيوب الابصار انا هي ايه الرؤية السليمة في عندي حاجة اسمها الرؤية السليمة لو شفنا مع بعض على الداتا شو بتاعتنا كده ايه هي عيوب الابصار هنقول طب نشوف الاول ايه هي الرؤية السليمة قبل ما حدد عيوب الابصار اعرف كده زي ما بقول ايه هي الرؤية السليمة تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه رؤية سليمة تمام العيوب الابصار زي ما اتفقنا هيكون فيه قسر نظر وفيه طول نظر بس الرؤية السليمة الاول بقى هي ايه هي ان الشخص سليم النظر بيرى الجسم البعيد بوضوح على بعد ستة امتار ويظل هذا الوضوح اذا اكترب الجسم الى مسافة لا تقل عن خمسة وعشرين سنتي يعني لو حطت اي حاجة بيقراها او اي جسم قدامه على بعد خمسة وعشرين سنتي يبقى شايفه بوضوح لو الجسم ده بعيد لحد ستة متر يبقى العين شايفة هذا الجسم بوضوح يبقى ده كده دي الرؤية السليمة اللي احنا بنحددها الاول قبل ما نعرف هي ايه العيوب يبقى طالما انا بشوف الجسم او الشيء اللي قدامي على بعد ستة امتار واضح او على بعد يقرب مني بيفضل واضح لحد خمسة وعشرين سنتي فبسمي دي الرؤية السليمة طيب ايه هي عيوب الابصار زي ما اتفقنا عندي نوعين من عيوب الابصار اهم حاجة في الاول بقول قصر نظر وطول نظر وده حاجات مهمة لازم ناخد بالنا منها وهنشوف ان شاء الله بعض الفيديوهات التوضيحية اللي هي هتوضح لنا يعني ازاي بنشوف وايه هي قصر النظر وايه هي طول النظر اسباب عيوب الابصار على العموم هنا اسباب عيوب الابصار تنشأ نتيجة حاجتين عدم انتظام تحده بقرانية العين او عدم انتظام قروية العين احمد طب معانا احمد اتفضل يا احمد اعزي جديد ازاك يا حبيبي عامل ايه الحمد لله اخبار العلوم ايه الحمد لله تمام خلصنا عيوب الابصار ووصلنا الوحدة التالتة ولا لسه اه لا احنا ماشي مع حضرلك في المدرسة والمدرسة علىها تمام وبنشكرك على المجهوداتك في صراحة ربنا يخليك يا احمد ربنا يخليك يا حبيبي واحنا تحت امرك ومعاكم في اي حاجة انت عايزين اضاح ليها نوضحها لكم احمد راجزة مصر بتشرحها عن طول النظر وقصر النظر تمام احمد راجزة تخلص يعني احمد راجزة ترجح يعني تاني بعدين اعمل لك لها مقارنة مجمعة ان شاء الله وهتشوفها معي وركز يا احمد معي في الحلقة اللي انا جايب لك كمان بعض الفيديوهات التوضيحية اللي هي تبين لك ليه بيحصل كسر نظر وليه بيحصل طول نظر وانا عايز بردك ملخص سريع كلها عن المراية والعادثات المقارنة كان سريع ان شاء الله يبقى الحلقة النهاردة فيها كل اللي انت عايز وفيها المراجعة اللي انت طالبها بإذن الله نخلص عيوب الابصار كسر وطول النظر وندخل فيه مراجعة على الوحدة التانية كلها ان شاء الله تحت امرك يا احمد نشوف مع بعض بقى ايه هي عيوب الابصار زي ما اتفقنا قلنا فيه عندي كسر نظر وقلنا فيه عندي طول النظر طيب العيوب دي على العموم بتنشأ نتيجة ايه او بتيجي نتيجة ايه عدم انتظام تحده بقرانية العين او عدم انتظام قروية العين وهنشوف ده هيؤدي الى ايه طيب نشوف مع بعض الاول كسر النظر اول حاجة ونقول فيه كسر النظر ايه هي اسباب كسر النظر وامت اقول ان الشخص مصاب بكسر نظر عندما ترى العين الاجسام القريبة فقط بوضوح بينما الاجسام البعيدة تبدو مشوه ليه بقى؟ طيب ناخد بالنا يعني انا بشوف الجسم القريب مني واضح الشيء البعيد بيبان بالنسبة لي يعني غير واضح طبعا ده بيرجع الى ان صورة هذه الاجسام لا تقع على شبكية العين بل تقع امامها نركز اوي في المصطلح والمفهوم بتاعه كده يعني انت اقول شخص مصاب بكسر نظر لما العين بتشوف الاجسام القريبة فقط بوضوح الاجسام البعيدة بتبدو غير واضحة طب ايه السبب؟ ان صور هذه الاجسام لا تقع على شبكية العين بل تقع امام الشبكية لو حبينا نشوف مع بعض المنظر ده دي صورة توضحية طب برضو قبل ما نكلم ناخد وليد مدى اهلية ازاك يا وليد؟ ا لو? Ärوى حبيبي ازايك؟ الحمد الله اخبرك ايه يا وليد؟ الحمد لله الحمد لله وصلت معنا ليه عيوب الابصار؟ الوحدة التانية خلصتوها الوugh؟ اه طب يلاتJف هيا اي اسئلة معك في اليوم؟ لا انا بالسئل بتفضل عايز جد سئل يا وليد؟ اه يعني اي سؤال؟ اي سئل微 personnes تقوسize فاول ايه حبيبي؟ في عيوب الابصار في عيوب الابصار تمام طب أنا عايز أسألك سؤال أنا لسه مقلتوش عشان أشوف مدى تجاوبك معايا كده لو سألتك يا وليد وقلت لك إيه هي أسباب كسر النظر برغم أن أنا مقلتهاش بس هل أنت ممكن تتوقع أنا قلت معلومة دلوقتي أن الصورة بتاعة الجسم لا تقع على الشبكية إنما بتقع فين نعم بتقع فين صورة الجسم طالما الإنسان عنده كسر نظر طول النظر يبقى في الشبكية لا أنا عندي طول نظر وكسر نظر تمام الرؤية السليمة يا وليد إن الصورة تقع على الشبكية وهو أريك فيديو دلوقتي إن الأشعة بتاعة الجسم اللي هي صدرة من الجسم لما بتسقط على العين عدسة العين بتجمحها فتقع على مين على الشبكية فبشوف الصورة واضحة لكن كسر النظر أو طول النظر بيبقى عندي الصورة مشوهة أو غير واضحة كسر النظر إيه اللي بيخلي يحدث كسر نظر والصورة ما بتبنش كويس أو لا تظهر بوضوح إن الصورة لا تقع سواء كنت في كسر النظر أو في طول النظر لا تقع على الشبكية لأن الصورة لو وقعت على الشبكية يبقى الصورة واضحة كون إن أنا بقول كسر نظر أو طول نظر يبقى الصورة لا تقع على الشبكية كسر النظر زي ما أنت شايف أنت متابعني يا وليد دلوقتي طيب لو إحنا يعني من ثانية كنا حطين على الشاشة بتاعتنا رسمة بس كويس إنها مش موجودة عشان أنا أسألك بقى كسر نظر تبقى الصورة أمام الشبكية سهل لك السؤال ولا خلف الشبكية خلف كسر كسر أمام أمام بص يا حبيبي حتى من المعنى كسر يعني الصورة بين الأدام شوية المسافة ما بين العدسة بتاعت العين وبين الصورة بتكون قليلة يعني الصورة أمام الشبكية وبالتالي لو جيت أقول لك طول النظر بتكون الصورة فين هتقول لي طول النظر أمام لأ انت ليه مركز على أمام احنا قلنا كسر النظر هو اللي الصورة بتقع أمام الشبكية يبقى طول النظر الصورة تقع فين في الشبكي خلف الشبكي خلف الشبكي يعني سواء قسر نظر أو طول نظر فالصورة لا تقع على الشبكي لأنها بعيد لك المعلومات تانية لو وقعت الصورة على الشبكية فالصورة بتبان بوضوح يبقى أنا بشوف الجسم واضح معي يا وليد إنما لو سقطت بقى أمام الشبكية أو خلف الشبكية يبقى ما جاتش في مكانها سليم يبقى الصورة تكون غير إيه؟ غير واضحة لما الصورة بتاعة الجسم تتكون أمام الشبكية هنسميه كسر نظر إنما لو الصورة تكونت خلف الشبكية هسميه طول مين طول طول النظر لو سمحت يا مصر عزك بس تعدل المرآة حاضر من عناي النهاردة أنا أخلص وأخش معك في مراجعة على المرآة والعدسات تمام ماشا واليد شكرا لك نشوف مع بعض بقى إحنا وضحنا دلوقتي مع واليد كنا بنقول هو إيه كسر نظر وإيه طوله النظر فاتفقنا كنا ماشيين واحدة واحدة كده مع كسر النظر فقنا نكسر النظر إن الصورة بتتكون أمام الشبكية لو شوفنا الصورة مع بعض دلوقتي معنا بالداتا شو بتاعتنا هنلاقي إن صورة الجسم الأشعة جاية من الجسم بتسقط على العين العين دي فيها طبعا عدسة زي ما احنا شايفين عدسة العين بتبدأ الأشعة اللي داخلها دي كده تبدأ تتجمع شوفوا تجمعت في نقطة النقطة دي جات فين أمام الشبكية لسه الشبكية وراه فالصورة هنا هتبقى غير واضحة طب لو حبيت أسألك بقى احنا مش نستنى الكلام ما يظهر قدامي لكن حبيت أسأل على الرسمة دي وأسألك سؤال أقولك إيه اللي يخلي الصورة تتجمع هنا قدام الشبكية ده المفروض إنها تتجمع خلف مين على الشبكية تحديدا فإيه اللي يخليها تيجي أمام الشبكية حاجة من اتنين يا إما إن يكون قطر عدسة العين أو قطر تحده بالعين كبير شايفين قطر العين كبير يعني لو كان قطر العين صغير كان بقت القرة دي قطرها صغير فالحجم القرة دي قل شوية فكانت الصورة تيجي على الشبكية يبقى هنا قطر تحده بالعين بيكون كبير عشان كده الصورة تكونت أمام الشبكية الحالة التانية إن تكون عدسة العين دي قوية التحده يعني بتجمع الأشعة بسرعة وأنا هرسم معاكم بعد شوية المنظر ده يبقى الأشعة داخلة هنا العدسة قوية وهي عدسة محدبة فجمعت الأشعة بسرعة فالأشعة تجمعها كان أمام الشبكية يبقى في الحالة دي الصورة بتتجمع أمام الشبكية أو الصورة اللي بتتكون بيكون أمام الشبكية فبتبقى غير إيه غير واضحة وده اللي احنا بنسميه قصر النظر مين مين ماريم من السويس أهلا يا ماريم سعركم وعليكم السلام إزايك عاملة إيه الحمد لله سؤالنا العلوم أخباره إيه سؤال جدا الحمد لله والمنهج جميل وحضرتك وكل القناة بتسهيل المنهج جدا ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك أنت ولادنا وفي عينينا وبنحاول أن نبسط لكم على قد استطاعتنا وإمكانياتنا المنهج بتاعكم في شكل بسيط إن شاء الله اتفضلي فيه انا عندي سؤال لحضرتك اتفضلي الصورة المتكونة من عدسة مقاررة لايمكن استقبالها على حائل تمام تمام أجاوبلك يا حبيبتي معايا اه مع حضرتك طيب الصورة المتكونة من عدسة مقاررة احنا لسه لو أنا برجع بالسريع كده مع أني هرجعلك النهاردة على العدسات والمراية كنت بقولك حاجة مهمة قوي بقولك العدسة المحدبة هي اللي بتجمع تمام معايا يا مريم العدسة المحدبة هي اللي بتجمع معنى كده أن الأشعة بتسقط عليها بتنكسر بداخلها وبعدين تخرج وتنفذ وتطلاقة بدل الأشعة المنكسرة النفذة طلاقة يبقى دي صورة حقيقية والصورة الحقيقية هي التي يمكن استقبالها على إيه على حائل إنما العدسة المقاررة الأشعة لما بتسقط عليها بتنكسر وتخرج متبعدة تنكسر وتخرج إيه؟ متبعدة وبالتالي الأشعة المنكسرة والنفذة لا تطلاقة لكن لو عملت لها امتدادات بتخيل يعني أن الشواء ممتد في الاتجاه الآخر فالامتداد ده هو اللي هي طلاقة وهتبقى دي الصورة والصورة هنا جاب ذال جاية من امتداد أو طلاق امتدادات الأشعة تبقى صورة تقديرية والصورة التقديرية اللي هي التخيلية لا يمكن استقبالها على حائل يبقى أنت لما يقولك ليه الصورة النتجة من العدسة المقاررة لا يمكن استقبالها على حائل هتقول له أنها صورة تقديرية تنتج من طلاقي امتدادات الأشعة المنكسرة بعد نفذها تمام؟ إنما لو الأشعة المنكسرة نفسها نفذت يعني الشواء نفسه انكسر ونفذ وتجمع يبقى في الحالة دي بيكون صورة حقيقية والصورة الحقيقية هي التي ممكن استقبالها على حائل وبيتتغير خوصها حسب بعد الجسم عن العدسة تمام؟ لو في أي أسئلة تاني تحت أمرك تواصلي معنا دايما وبحييك يا مريم وشكرا نشوف مع بعض بقى كسر النظر وحددنا إيه هي أسباب كسر النظر عندي سببين مهمين قوي السبب الأول أن قطر تحدب العين أو قطر كرة العين بيكون كبير سمعين كلمة دلوقتي يعني كأن العين كورة كبيرة كترها كبير عشان كده الأشعة لما تجمعت تجمعت أمام الشبكية تاني احتمال أن تكون تحدب عدسة العين نفسه العدسة بتاعة العين تحدبها قوي فبتجمع الأشعة بسرعة قبل الشبكية طيب نشوف مع بعض كده إيه هي الأسبابة دي إحنا قلناها مع بعض تمام؟ نشوف شكل تاني ليه؟ أهو قدي الأشعة بمنظر تاني يا رب بس يكون بين معاك والأشعة داخلة على العين هي بتبدأ الأشعة دي تتجمع شايفين النقطة التي تجمعت فيها؟ أهي إنما الشبكية وراء يعني الشبكية هنا وراء فالصورة هنا تجمعت أمام مين؟ أمام الشبكية وده شكل آخر من الأشكال اللي هي بتوضح لنا تعالوا نشوف مع بعض أسباب كسر النظر اللي أنا قلتها معاك ودلوقتي واحد اتنين نتيجة زيادة قطر كرة العين فينشأ عن ذلك أن تكون الشبكية بعيدة عن عدسة العين قطر العين كبر حجم الكرة كبير القطر بتاعها كبير الأشعة هتتجمع قدام شوية فمش تيجي على الشبكية هناك أو تكون هناك زيادة في تحدب عدسة العين طبعا عدسة العين عدسة محدبة لو كان التحدب بتاعها قوي يبقى في الحالة دي التجميع بتاعها هيكون أكبر فينشأ عنه صغر البعد البقري لعدسة العين فتتجمع الأشعة المتوازية القادمة من الجسم البعيد في نقطة أمام الشبكية ثم تتفرق بعد ذلك في صورة غير واضحة على الشبكية منظر تاني هو يبقى ده كده اللي احنا بنسميه مين اللي احنا بنقول عليه زي ما احنا شايفين كسر النظر يبقى أنا عرفت يعني ايه كسر نظر وعرفت يعني ايه هي أسباب كسر النظر بسرعة جدا كسر النظر ان انا بشوف الأجسام القريبة واضحة أما الأجسام البعيدة بتكون غير واضحة أول تاني كسر النظر ان بشوف الأجسام القريبة بتكون واضحة أما الأشياء البعيدة بتكون غير واضحة تمام طيب هنحاول مع بعض برضو كده وهنشوف مع بعض فيديو تاني هيوضح لي كسر النظر زي ما احنا بنتكلم كده ونقول ايه هو كسر النظر هنشوفه مع بعض دلوقتي كسر النظرهو بفيديو توضيحي تمام اللي احنا قلنا ان تتكون الصورة امام الشبكية زي ما احنا شايفين كده هالصورة هتبقى هنا يعني غير واضحة ادي منظرهو معاية فالصورة بتاعتي بتكون غير واضحة دي العين وزي ما احنا شايفين كده ادي العين هي الاشعة بتسقط بتتجمع تطلقى فين تطلقى في نقطة شايفين النقطة هي البيضة دي على طول امام الشبكية يبقى انا في الحالة دي عرفت أن الأشعة هتتجمع في نقطة النقطة دي هتكون قدام مين قدام الشبكية بتاعة العين نشوف مع بعض تاني كده ده بالنسبة للقصر النظر يبقى بالفيديو برضو شفنا شكل الأشعة وهي دخلة الأشعة هنا بتكون متجمعة نقطة التجمع بتاعتها بتبقى أمام الشبكية يعني مش على الشبكية إيمان من الجيزة زيك يا إيمان الحمد لله دايما نتواصلوا معانا كده وأي حاجة أنتو عايزينها إحنا معاكم تحت أمركم بسطلكوا أي حاجة أنا كان عندي سؤال بس مجاوبة عليه بس مش عارف أجبت صحة ولا غلط ممكن أتأكد اتفضل يا حبيبته يمكن الحصول على صورتين تقديرتين لجسم إحدهما مساوية لهم والأخرى متغرب باستخدام المرأة تبكتب وراكي بس يمكن الحصول على صورتين تقديرتين لجسم لجسم إحدهما مساوية له والأخرى إحدهما مساوية له مساوية له والأخرى مصغرة والأخرى مصغرة باستخدام المرأة باستخدام المرأة تمام أنا كتبت والله أنا عايز أحييك على السؤال ده اللي كله ذكاء بس لو جاوبتي تبقى يعني مش عايز أقولك تبقى يعني هنا نكتب نوع المرأة أنا كتبت تقديرية أرزي كتبت مرأة مستوية أيوة وممكن نحصل عليها كمان من مرأة مقعرة ومن مرأة محدبة مرأة مقعرة أو أن هي آخر حالة فيها تقديرية ومحدبة تعالي بقى نتناقشنا وانت كده بهدوء هي جبتي صحة ولا قلت انت إجابتك ممتازة يعني الأول خالص الصورة التقديرية المساوية للجسم هي دي اللي بتطلع في المرأة المستوية لأن احنا خدنا خواص الصورة المتكوينة في المرأة المستوية قلنا أن هي بتبقى أول حاجة خالص قلنا صورة تقديرية ومساوية للجسم يبقى احنا كده خلصنا من سؤالنا يمكن الحصول على صورتين تقديريتين لجسم أحدهم مساوية المساوية دي فين؟ في المرأة المستوية في المرأة المستوية أبرافو عليك الشق الأولاني في إجابتك صح والأخرى مصغرة بقى مرأة مقعرة بصي بقى احنا بنحصل على صورة تقديرية خد بالك أنا بتكلم على صورة تقديرية بنحصل على صورة تقديرية في المرأة في حالتين في المرأة أو المحدبة في المرأة المقعرة أو المرأة المين؟ المحدبة بس اقولك حاجة مهمة بقى واخد يبالك ان فكرة المراية هي فكرة العدسات او او هي 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 تمام برافو عليك فكرة كده وانحنا بنقول لو عندي عدسة انا بس هفكرك بالمثال ده لو عندي عدسة محدبة وحطيت الجسم على بعد اقل من البعد البقري او فبتبله صورة تقديرية معتادلة مكبرة اللي هي فكرة عمل او الميكروسكوب البسيط او 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 اه يبقى انت هنا الصورة التقديرية المعتادلة المكبرة بتكون فين في العدسة المحدبة اذا وضع الجسم على بعد اقل من البعد البقري اه وبالتالي في المرآة المقعرة اه اه لكن بقى لو نقلت للعدسة المقعرة او المرآة المحدبة اللي هما بيفرقوا دول بتدولي صورة تقديرية معتادلة مصغرة تمام اه بحييكي والله سؤالك في منتهى الجمال وانت ممتازة بس ايه هنا اما اقوله مرآة مقعرة ومرآة محدبة يبقى انا لسه مدتلوش الايه الاجابة تبقاني واحدة فيهم لان في واحدة بتديني صورة تقديرية معتادلة مصغرة لا هتبقى بقى كده المحدبة برافو عليك تمام في امتيها كده اه شكرا يبقى احنا هنا لان المرايا عكس العدسات اه اه عكسها في كل حاجة تمام برافو عليكي برافو عليكي شكرا يا ايمان طيب سؤالها كان جميل بحيي ايمان والله بحييها فعلا لانه سؤال ادي ده احنا بنقول دلوقتي اسئلتنا تتميز بالفهم تتميز بالزكاء نشوف ولادنا فاهمين ولا لا مش عملية حفظ معلومات بقدر ما احنا بنطبق على معلوماتنا وبنأكد عليها طيب هل في مشاكل بعد ما قلنا بقى قسر النظر هل في مشاكل بتنتج عن قسر النظر يعني اي شخص مصاب بقسر نظر هل في مشاكل بتنتج نشوف مع بعض كده المشاكل النتجة عن قسر النظر عندي مرض بنسميه مرض المياه البيضاء خدوا بالكو اللوعة تامة العين او ما يطلق عليه الكاتاراكت وده بنقول عليه مرض بينشأ عن قسر النظر فيه معنا تليفون اهلا وسهلا عبدالعزيز السلام عليكم من اسوان ازايك يا عبدالعزيز اه ازايك يا حبيبي اتفضل كان عندي سؤال اتفضل بقول بما تفسر تمام كلما زاد كلما زاد تحد كلما يعني بيقى التحد السميك بيقى البعد البؤري قليل وكلما التحد بيقى رقيق البعد البؤري يبعد اه بيزيد اه تمام تمام اه تابع معي بقى الجزء ده احنا لسه قيلينه دلوقتي كلما بيكون التحد بسميك كلما بتكون قوة التجميع بتاعة العدسة كبيرة فبتلطاق الأشعة اللي هي نفذة بعد الانكسار على مسافة أقل زي ما شوفنا دلوقتي في عدسة العين كنت بتكلم في عدسة العين دلوقتي قلت لو كانت تحدوبها كبير يبقى الأشعة تتجمع في نقطة قريبة من العدسة وبعيدة عن الشبكية اللي هي امام الشبكية فهيبقى هنا لانه قوة التحدوب بتكون كبيرة انما لو كان سمك العدسة قليل فهيبقى التحدوب بتاعي ضعيف وبالتالي الأشعة تتجمع على مسافة أكبر فهيزيد البعد من البقري لانه نقطة طلاق الأشعة اللي هي سقطة على العدسة والمنكسرة بداخلها والنفذة هو ده اللي بيحدد لي النقطة دي بنسميها البقرة والمسافة منها لحد المركز البصري بقول عليه البعد البقري فيبقى انا عندي هنا معلومة مهمة قوي كل ما بيزيد التحدوب كل ما بيقل البعد البقري لان الأشعة تتجمع بسرعة وانا حابب اننا بس ايه بدل سألنا فيها أكتر من مرة نرسم عدسة ونشوف لو كان نشوف التحدوب بتاعنا في عدسة معينة كل ما بيكون التحدوب بتاع العدسة شديد كل ما الأشعة تتجمع بسرعة جدا وانا هوريها لكم احنا بنرسم او بنعمل مقارنة في قصر النظر وطول النظر وهنوضحها بإذن الله طيب فيه ممكن حاول في العين وده مشاكل في الشبكية قد تنتهي بانفصام او انفصال الشبكية وفقد الرؤية تماما فيه مشاكل في الجسم الزجاجي الشفاف تؤدي إلى عتامة ودي بيطلق عليها الزبابة الطائرة دي بعض المضاعفات او بعض المشاكل اللي بتنتج عن قصر مين؟ قصر النظر طيب نشوف مع بعض كمان كده بعد ما قلنا الصورة بتاعتنا اهو رسم توضيحي يوضح قصر النظر بيعني باكتر من شكل بفيديو وارتلكوا ازاي الأشعة تتجمع اهيه شايفين دخلت عدسة العين جمعتها والصورة جات هنا قدام الشبكية فالصورة بتكون غير ايه؟ غير واضحة تمام؟ نشوف مع بعض بقى طول النظر وده الجزء التاني ايه هو بقى طول النظر؟ هنشوف طول النظر اللي كان واخد باله من تعريف كسر النظر بيقال ان الشخص مصاب بطول النظر عندما نرى الأجسام البعيدة فقط بوضوح بينما الأجسام القريبة بتبدو مشوهة بتحاول انت تبعد شوية الحاجة عنك عشان وهي قريبة انت ما بتقرهاش بتبقى مزغلة شوية فتبعدها مسافة عشان تبدأ تشوفها ده بيبقى عنده طول نظر وده ناتج ايضا لان احنا قلنا كسر النظر او طول النظر بينتج على ان صورة الجسم لا تقع على الشبكية كل كلامي بيهدف على ان الرؤية السليمة الصورة بتقع على الشبكية اذا لم تقع صورة الجسم على الشبكية فده يبقى عيب من عيوب الابصار كسر النظر انت لو كان الصورة تجمعت او تكونت امام الشبكية طول النظر اذا كانت الصورة تجمعت خلف الشبكية نوران من الفيوم أهلا نوران إزايك يا مستر إزايك يا حبيبتي عاملة إيه تمام الحمد لله أنا عايزة اتفضّالي يا حبيبتي أنا عايزة السئل يا مستر عايزة السئلي طب أنت وصلت لحد فين في المنهج أحنا خلصنا الوحدة التالتة التالتة كمان أه تمام ممتازين أنا أسألك سؤال بسيط قوي إمتى الإزاحة بتساوي صفر الإزاحة بتساوي صفر لحدما يكون موضع الابتدائي للحركة وهو نفس موضع نائلة برافو عليك ممتازة أو عندما تنطبق نقطة النهاية على نقطة البداية البداية برافو عليك لأن الإزاحة هي إيه هي أكثر الإزاحة هي الحركة الجسم في اتجاه سابت موضع تدائي الحركة والموضع نائلة تمام يعني أكثر خط مستقيم ما بين نقطة البداية وهو نقطة النهاية في اتجاه إيه في اتجاه معين أنا عايزكم كده يعني نوران يعني نبقى عندنا المعلومة بنقولها بأكتر من شكل لأن إحنا لما بديجي نحط الامتحان في حاجة اسمها المفهوم العلمي تمام معايا آه معايا كامل آه يعني في حاجة اسمها المفهوم العلمي أو المصطلح العلمي بيديني جملة وأنا أشير الجملة دي وحط المفهوم بتاعها تمام فأنا عايزة بأفاهم الجملة نفسها عشان تجيلي بأي شكل إن كان هو مضمونها بيوصل لإيه يعني بصي قلتلي أنت المسافة من نقطة بداية نقطة النهاية أكثر خط مستقيم بالنقطة أو عندما تنطبق نقطة بيب هنا المصطلحات كلها في دماغنا عشان لما تجيلي أي سياغة في الامتحان أقدر أجاوب إجابة سليمة طب أقول لك بس إيه الفرق كمان سؤال صغير قوي كده لإني كنت شطرة ومنتازة إيه هي السرعة النسبية السرعة النسبية هي سرعة الجسم ما بالنسبة لمراكض ساكن أو متحرك من جانب ساكن أو متحرك كمان سؤال صغير كمان سؤال اتفضل يا مستر طيب أسألك سؤال صغير قوي إمتى السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية عندما يكون المراكب في حالة سكون كمان برافا عليك لو المراكب ساكن يعني واقف وبيبص على العربية متحركة فسرعة العربية الفعلية هي السرعة النسبية أو السرعة اللي بيلاحظها هذا المراكب بحييكي وإن شاء الله تتبعيني لإن إحنا لو خلصنا النهاردة عيوب الإبصار معنا مجموعة أسئلة للمراجعة حاولي تبقي مشاركة معنا فيها شكرا يعني طبعا حاجة جميلة بنسأل وبنتسائل دي التفاعلية اللي احنا عايزينها ده اسلوب التعليم اللي احنا عايزينه مش عايزين نبقى بنحفظ معلومات وبنسمحها في الامتحان لأ احنا عايزين نبقى فاهمين المراجعة وعايزين الحاجة اللي تعيش معنا ونستنتج المعلومة عشان تفضل على طول متواجدة معنا لإن كتاب العلوم والحياة أو علوم الحياة احنا نفسر الظواهر اللي بتبقى موجودة يعني جسم الإنسان بنفسر تكوينه بنشرح الأجهزة اللي موجودة احنا بنشرح حقائق علمية فهنا بنقول تفسيراتها ايه فيا رب نتابع ونفهم لأن ده هو الثقافة اللي احنا عايزينها مش ان انا احفظ جملة عشان هجاوب في الامتحان وبعده مخرج بعدها بسبوع أو اتنين اقول ده خلاص ده ننستها او ده انا كنت حافظها وجاوبتها عايزين المعلومة اللي تعيش اللي احنا نفهمها ونطبق بيها في حياتنا طبعا بحييكم بحيي تفعلكم معنا في الحلقة الجميل الرائع ده ويا رب دايما كده في كل المواد طيب انا دلوقتي وصلت معاكو الى طول النظر بقول حاجة بسيطة قوي في طول النظر الجسم بيرى التليفون من امني من القاهرة اهلا يا امني الحمد لله كويس ازايك عمنا ايه كان عندي سؤال لتفضلي يا امني بالشكل المقابل خاموة حضرتك تمام او شكل مسلسك وقام الزاوية تمام ام متجهاً لبي متجهاً من نقطة الف لا تاني بس تاني في الشكل المقابل ايوان ام ام جسم متجهاً جسم متجه او متحرك يعني اه من النقطة الف من الف للنقطة ب ايه لا ب الف رأس الزاوية الف رأس الزاوية تمام وبيه تحت بيه تحت الف على طول بيه تحت الف اه يعني تحت الف تب بصلي انت مش هايفاني اه انا شايف حضرتك طب المسلس كده صح ولا مش كده صح لا مش كده اه بيه تحت الف لا هو المسلس معمول كده اكبر شوية من الزاوية ده يعني كده بالشكل ده شو في الشكل التاني اللي انا رسمته كده لا نحصل الشكل بس النحية التانية بس آآ الف اطول من جديد شوية الف بس آآ الف اطول من جديد شوية ايوان كده يعني اه دي الف ايوان كده وبيه هنا ولا فوق ايوان بيه هنا ولا فوق الف فوق الف فوق وبيه هي اللي تحت وهنا جيم نفس النقطة اللي حاولت لكم التوائف عندها بس يتحضوا بقى جيم يبقى كده الف به جيم ايوان بصيلي تاني عشان السؤال هنا بيفرق في الابعاد الف ب جيم طيب جسم تحرك من نقطة الف تمام متجهة لبيه لبيه ثم الى جيم ثم الى جيم ثم الى ألف ثم الى ألف تمام احسب المسافة الكلية التي قطعها الجسم تمام المسافة الكلية والازاحة اه السرعة المتوسطة للجسم والسرعة المتوسطة للجسم تمام والازاحة والسرعة المتجهة تمام مديني بقى المسافات والزمن من ألف لبه تلاتين ثانية تلاتين ثانية كم متر لا أرضي تلات ثواني تلات ثواني تلاتين متر تلاتين متر وخمسين من به لجيم من به لجيم أربعين متر في تلاتة ثانية تلاتة ثانية يبقى تلاتة ثانية ومتقررها مرتين بس عشان أبقى معاك اه تمام ومن آلف لجيم اه خمسين متر تمام في ستة ثانية ستة ثانية اه تمام برافو عليك نحسب اه طيب أنا ممكن بس أكبر لك أنت شايفاني اه طيب أنا أكبر لك الرسمة بعد ما وصلنا لها كده ما أنا لازم أخد منك الكلام مظبوط اه يبقى كده عندي آلف به إيه جيم لو أنت متابعيني اه دي تلاتين سانتي في تلاتة ثانية اه دي أربعين سانتي أربعين متر سوري أربعين متر في تلاتة ثانية برضو ودي كده خمسين متر في ستة ثانية اه كده احنا وصلنا لكل اللي أنت عايزاه الجسم بدأ من ألف راح لبيه مش كده ومن به راح لجيم ومن جيم رجع تاني لفين لألف يبقى احنا كده حطينا كل بياناتنا بصي كل حاجة كده تحلت بعد ما رسمنا الشكل ده كله تحل معي لأنه لما يقول لي هات السرعة المتوسطة المسافة الكلية المسافة طبعا عارف أنت الفرق ما بينها وما بين الإزاحة المسافة هي المصاري الفعل اللي بيسطكه الجسم من نقطة البداية نقطة مين النهاية يبقى المسافة الكلية هو مشي من ألف لبيه تلاتين يبقى أقول له تلاتين زائد أربعين زائد خمسين تمام يبقى ثلاثين واربعين وشمعين وخمسين يبقى مية وإيه وعشرين متر تمام هو قال لي هات السرعة المتوسطة اه يبقى السرعة المتوسطة برافو عليكي المسافة الكلية أنت طلعتيها مية وكام 120 على الزمن الكل يبقى احسبيلي الزمن 3 زائد 3 يبقى 6 زائد 6 يبقى كام 12 يبقى لو قسمت 120 على 12 هتديني كام 1 متر كل ثانية 10 10 10 متر 10 متر كل ثانية يبقى انا كده جبت المسافة الكلية وجبت السرعة المتوسطة اللي هي المسافة الكلية اللي بيكتاحها الجسم نقطة بيته نقطة نايته على اجمال الزمن او الزمن الكل الجزء الثاني هاته الازاحة تعرفت قوليها ولا قولها لك بتساوي صفر برافو عليكي ليه بقى لسه كانزميلتك نوران بتسأني من شوية صغيرة لو كنت متابعة الحلقة او وانا سألتها لتلسأني سؤال قلت لها امتى الازاحة بتساوي صفر قلنا لما بتنطبق نقطة النهاية على نقطة مين البداية البداية فانا بدأ من الف رحت البيه من بي الجيم من جيم لالف يبقى انا رجعت تاني عنده نقطة مين الف اذا النقطة الف هي البداية والايه والنهاية يعني انا في الحالة دي الازاحة بتحتي بتساوي صفر حتى لو قال لي يعلل او اذكر السبب او ليه هقول لي اني نقطة النهاية بتنطبق على نقطة مين البداية هاد بقى السرعة المتجهة هو ايه الفرق ما بين السرعة القياسية او السرعة العادية والسرعة المتجهة السرعة المتجهة بتبقى ازاحة على زمن الازاحة على مين على زمن لكن السرعة المسافة على الزمن يعني اما بجيب سرعة عادية بقوله السرعة القياسية بقوله المسافة على الزمن إنما السرعة المتجهة اللي احنا بقول عليها الإزاحة على مين؟ على الزمن فالإزاحة عندي صفر على الزمن عندي 12 هتطلع صفر تمام؟ يبقى في الحالة دي أنا أقدر تفهم الفرق ما بين السرعة القياسية والسرعة المتجهة المسافة والإزاحة شكرا ليك يا أمنية على الأسئلة الجميلة والسؤال الجميل اللي انت جبتينه اللي فيه أفكار مهمة جدا دايما متواصلين معنا دايما بنرحب بكل أسئلتك وكل استفساراتك وإحنا معاكو إن شاء الله كل حلقة وكل أسبوع عشان نوضح أي شيء أنتو عايزين نستكمل مع بعض بقى طول النظر ونبص بصة بص عشان نشوف هو طول النظر ده إيه الفرق ما بينه وما بين كسر النظر يبقى طول النظر إن الصورة هتتكون خلف الشبكية لو بسيتوا على الرسمة اللي قدام يعنيكم دلوقتي تلاقي قادي الأشعة دخلت عدسة العين اللي هي دي بتبدأ تكسر الأشعة وتتجمع خدوا بالكو بقى في قصر النظر كانت متجمعة هنا عندي إيدي كده عندما أنا بشاور بالسهم كده لأ هنا شايفين متجمعة فين عدت هي الشبكية والجماعة خلف الشبكية حتى عاملين سهم هو بنقول المركز البقر العين خلف الشبكية مين عادل أهلا يا عادل عادل طب الخط فصل نستناك تاني يا عادل وننتظر اتصالك تاني فهنا يبقى أنا عندي طلع بقى الأسباب بسرعة برضو كده إيه الأسباب بقى اللي تخلي الصورة تتكون خلف الشبكية بص افتكر الأسباب بتاعت كسر النظر وعكس هناك كنا بنقول إنه قطر كرة العين كبير عشان كده الأشعة الجمعت قدام الشبكية يبقى هنا قطر كرة العين إيه ممكن يكون صغير إذا كان تحده بالعدسة سليم يبقى قطر كرة العين هيكون صغير وبالتالي الصورة على ما تكونت تكونت خلف الشبكية ده سبب طب السبب التاني هناك في كسر النظر كنت بقول إنه تحده بعدسة العين قوي عدسة قوية فبتجمع الأشعة بسرعة وبدري يتيجي قدام الشبكية يبقى العكس إنه عدسة العين هنا هيكون تحده بها ضعيف هتكون ضعيفة التحده وبالتالي قوة العدسة بتكون ضعيفة فعلى ما بتجمع الأشعة الأشعة بترجع تكون خلف الشبكية وأسماء من الشرقية أهلا يا أسماء أسماء وعليكم السلام إزايك؟ الحمد لله عملة إيه وأخبار العلوم إيه معاك كويس الحمد لله سبقنا بقى في المدرسة ولا إحنا ماشيين مع بعض لا إحنا خلصت الوحدة التالتة خلاص دخلتوا في الوحدة التالتة طبعا إحنا برضو عايزين إيه نبقى متابعين معاكو بس أسئلتكم بمهمة بالنسبة لنا وهنحاول نخلص إن شاء الله برضو المنهج كله مش الوحدة التالتة بس فضلي أسمي نعم عندي سعيد فضلي وضعت عدسة وضعت عدسة في مصار أشعة الشمس في مصار أشعة الشمس فتكونت لها فتكونت لها صورة حقيقية مصغرة جدا صورة حقيقية مصغرة جدا على بعد خمسة سنتي تمام من المركز البصر على بعد خمسة سنتي تمام من المركز البصري لعدسة ما المركز ما من المركز البصري لعدسة آه أنا لخر قلت إيه ما دي من المركز البصري تمام للعدسة تمام وضح مع الرأس وضح مع الرأس خواص الصورة تمام المتطولة تمام للجسم وضع عربات خمسة سنتي وضع على بعد خمسة سنتي خمسة سنتي من المركز البصري لعدسة من المركز البصري لهذه العدسة تمام آه طيب هتتبعيني يا أسماء آه طيب باندي صابس وصبير تاني في سؤال تاني آه طيب اتفضلي آه متى تجمع وتطرح الكميات القياسية متى تجمع وتطرح الكميات القياسية الكميات الكميات آه القياسية القياسية آه تمام طيب تتابعي معي بقى نعم طيب سؤالك الأولاني أنا حاول أردلك عليه بسرعة آه لأنه سؤال مهم جدا وجميل جدا أنت بتقولي لي وضعت عدسة محدبة أمام أشعة الشمس يعني أشعة الشمس بدل أل أشعة الشمس طبعا لما برسم عدسة خدوا بالكم معي لأن حاجات دي مهمة قوي وأنا بقول قادي العدسة ده المركز البصري بيبقى في النص بيبقى عندي هنا البقرة وبيبقى عندي هنا المركز نفس المسافة هنا بتبقى البقرة للوجه الآخر وهنا بيبقى المركز فبيقولي الأشعة اللي جاية من أشعة شمس أشعة شمسي بعيدة جدا تبقى الأشعة هتكون متوازية بالشكل ده كل الأشعة اللي هتدخل العدسة هتكون أشعة متوازية هنا بقى بيقولي كل القانون أو مسارات الأشعة بتقولي كل الأشعة السقطة متوازية للمحور الأصلي ده كده اسمه المحور الأصلي فبتنكسر داخل العدسة وتخرج مرة بمين بالبقرة إذن هتنكسر وتخرج مرة بالبقرة هتنكسر وتخرج مرة بالبقرة هتنكسر وتخرج مرة بالبقرة يبقى دي البقرة فقال لي هنا على بعد خمسة سنتي يبقى خمسة سنتي دي اللي هي دي بنسميها إيه؟ بنسميها البعد البقري يبقى أنا عرفت أن البعد البقري بتاع من العدسة دي هو خمسة سنتي لأن دايما الصورة اللي تبقى جاي من بعيد جدا بتنكسر داخل العدسة وتخرج بحيث تتجمع في نقطة اللي هي البقرة يبقى دي عندي نقطة البقرة بالتالي أنا بدلها عرفت البعد البقر يبقى هعرف نصف كتر مركز تكاور العدسة تمام لأن النصف كتر اللي هو الحد ميم بيبقى بنقول عليه ضيع في البعد البقري يبقى البعد البقري لو خمسة يبقى هنا نصف الكتر هيبقى كم هيبقى عشرة بيقول لي إيه خواص الصورة أنا معلش يعني هرسم الحالتين مع بعض كده أنا هرسمتلك الأولانية عشان نستنتج بس إن البعد البقري خمسة يبقى مركز نصف القطر يبقى عشرة انا بقى بقوله احط جسم على بعد 15 يبقى احط جسم هنا على بعد 15 يعني الجسم ده محتوط على بعد اكبر من ضعف البعد البقري لان البعد البقري خمسة ضعفه عشرة اللي هو نصف القطر للعلاقة لما بينهم يبقى الجسم اوضع على بعد اكبر من ضعف البعد البقري انا مش عايز استن تكسفها كده من دماغي ولكن اقول اعمل ايه هقوم ساقط شعاع موازي الشعاع الموازي ده هيبدأ ينكسر جوه العدسة ويخرج مر بمين بالبقرة اهو انا رسمته وخرج مر بالبقرة هرسم شعاع تاني جاي مر بالمركز البصري اللي هو بيخرج دون ان يعاني اي ايه اي انكسار تمام يبقى في الحالة ديت انا لما برسم الرسمة بتاعتي صحة اهي بيبدأ يديني الصورة هنا بتكون ايه بقى بصوا اهي مكان الصورة طبعا نقطة طلاقي الاشعة السقطة على العدسة والمنكسرة خلالها بعد ما تنفذ هنبدأ نبص مع بعض كده هيبدأ يديني صورة ايه نقول مع بعض ادي الرسمة ايه تمام و ادي الشوائع التاني ايه هتبدأ تديني الصورة هنا ابعد من مين هنا المركز اهو هنا الصورة كانت ابعد من مين من ضعف البعد ضعف نصف كتر التكور او بنقول عليها ضعف البعد الايه البقري هتبدأ تديني الصورة الصورة بدل جاية من طلاقي اشعة هتبقى صورة حقيقية الصورة حقيقية هتبقى مقلوبة هتبقى مصغرة يعني اصغر شوية من الجسم الاصلي يعني اصغر شوية من الجسم الاصلي وبعد كده بقول عليها صورة حقيقية مقلوبة مصغرة طب ما كان فين هيبقى ما بين به وما بين ميم يبقى صورة الجسم عندي هنا هتبقى صورة حقيقية مقلوبة مصغرة شوية يعني اصغر من الجسم الاصلي وبتكون بين به وبين ميم وبين ميم سؤالك التاني كنت بتسأليني عن الكميات الفيزيقية وطبعا احنا عندنا نوعين من الكميات الكيميات فيزيقية وكميات متجهة الكميات الفيزيقية هي اللي بيلزم لتحددها مقدار إنما الكيميات المتجهة بيلزم لتحددها مقدار واتجاه بنجمع طبعا في أي قوانين أو في أي علاقات ممكن نحن بنضيف أو بنترح الكيميات الفيزيقية من بعضها حسب القانون نفسه اللي نحن بنشتغل عليه إذا كنت مثلا بحدد سرعة فبقول مسافة أولى أو السرعة الأولية ناقص السرعة الابتدائية ناقص السرعة السنوية أنا في الحالة دي عندي الكمية دي ببدأ أطرح كمية من كمية أثناء تعويدي فيه قوانين السرعة في قوانين العجلة فبستخدم عمليات الجمع والطرح مع الكميات الفيزيقية إنما في الإزاحة طبعا بيبقى عندي كمية متجهة أو بنقول عليها هي كإنما مسافة بس مسافة إيه؟ مسافة متجهة طيب لو شفنا مع بعض بقى طول النظر وعرفنا طول النظر ده هنبدأ نشوف صورة الجسم الصورة هتبقى فين اتفقنا مع بعض إن صورة الجسم هتتكون بعد الشبكية صورة أوضح خالصة هي للجسم بعد الشبكية طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أسباب طول النظر لو حبيت أشوف أسباب طول النظر بنقول نتيجة لنقص قطر كرة العين خذ باركوك ال�liga نتيجة لزيادة قطر كرة العين كان قطر العين الكطر بتاعها كبير فالصورة بتتجمع أمام الشبكية هنا قطر كرة العين بيكون صغير فالصورة بتتجمع خلف الشبكية او نقص في التحدب هناك كانت زيادة فين في التحدب شكل تاني هو قبل ما نشوفه هنطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل معاكم حلقتنا في مدرسة على الهوى اشتركوا في القناة 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 عشان كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاتصالات اشتركوا في القناة